بسم الله الرحمن الرحيم وبينستعين بنستكمل موضوع محاضرات ميكانيكا المواقع واحد وبنستكمل المقدمة اللي بدأناها النهاردة هنتكلم على الديمينشنز اند يونيت احنا بنقول ان كل الفيزيكال كوانتيتيز عندنا بتنقسم الى نوعين كميات اساسية وكميات مشتاق الكميات الاساسية اللي موجودة للفيزيكال كوانتيتي احنا بنقسمها الى ماس ولنس وطعيم يبقى في عندي الديمينشن طب ايه الوحدة هي الشيء اللي بيبيز هذا الرقم يبقى means assigning numerical value to that quantity بنستخدم الstandard international unit system بالنسبة لنا في الاعمال العلمية هنتكلم على اول حاجة الـ primary dimension وهنتكلم على الماس لنس and time system احنا بناخد الماس كابتل ام وبناخد اللنس كابتل ايل والطايم كابتل تي ودول بيسميه السري basic quantity او fundamental dimension اي كمية بعد كده بتكون كمية مشتاقة لما اجا اتكلم على الكميات المشتاقة ونشوف بالنشتاقة زي بتكون بتتجوى من كمية اكتر من محتوي على ماس ولنس مع بعض محتوي على الثلاثة مع بعض السيستم التاني اللي هو الـ F L T system ان انا ما بحللش ما بحملش تحليل بوعدي ليه الفورس وبعتبر ان الفورس كمية اساسية عندنا وبنية كابتل F واللنس كابتل L والطايم كابتل T لما دين عبر عن الـ Dimensions بدل ما بقعد اكتب Dimensions of بعبر عنها بالقصين مربعين اللي قدامنا دولك اللي هم بيعنوا means that the dimensions of لما دين اتكلم على الكميات اللي موجودة عندنا ونشوف ازاي بنطبقها واللي express the dimensions of pressure in M L T system and F L T system يبقى بيقول M L T system بضع الكمية بين قصين مربعين زيبعوننا اكون عارف القانون بتاعنا او physical meaning الكمية يبقى force على area الفورس عندنا ماس في acceleration يعني M L T minus 2 على الarea L في L يعني L square يطلع عندي انه الـ Dimensions بتاعت الpressure M L minus 1 T minus 2 وبالتالي اي كمية stress بتاخد نفس هذه الـ Dimensions لو انا استخدمت نظام F L system ما بحللش الفورس بسبب فورس زي ما هي تبقى F L minus 2 احنا قدامنا بعض الامثلة لبعض الكميات المشتقة لـ Draft Quantities مثلا على سبيل مسال الـ Area يبقى الـ Area Lens F L L square تزالك الـ Volume L F L F L L cube وهكذا المومنت في نرشة L أس 4 تبدأ تمشي السرعة L T minus 2 وهكذا الـ Angle Dimension Less Quantity الأوميجا للسرعة الدورانية T minus 1 وهكذا كل الكميات اللي موجودة عندنا في الجدول بتمثل كميات مشتقة زي ما شفنا بعضها بيحتوي على كميتين مع بعض بيحتوي على البعضين متكررين وبالتالي بسميها الكميات المشتقة ودي بتقسمها زي ما شفنا ما جاء مثلا في الـ Dynamic الفورس عندنا يبقى M L T minus 2 التورك عبارة عن فورس في مسافة M L square T minus 2 وهكذا الـ Power اللي هي الـ Worker على Time قدر بحددتها M L square T minus 2 كذلك كل الكميات اللي بنتستخدمها في التطبيقات الهامنسية عندنا وبنتحط القانون وطلع الأبعاد بداعتهم وبالتالي شفنا النظام M L T System و F L T System المحاضرة القادمة إن شاء الله نستكمل كلام على الوحدات